يا سعدة وقتكم و اهلا وسهلا فيكم انا ام منذر و اليوم رح نعمل مع بعض الشوكولات الدارك الخام اللي هي بتكون شوي مرة و بتكون خالية من الحليب عبارة عن بس شوكولات من الكاكاو والسكر و هلا رح نعملها بطريقتين و تشوفوا المقادير قدي سهلي عندي هون انا بكتب المقادير تحت الفيديو و كمان بحكيها و انا عم بشتغل اول طريقة رح عملها هي بالسكر يعني البدائل السكر يعني رح اعمل هلأ بالستيفيا اللي ما بدون يستخدموا السكر في هون يعملو هاي الطريقة يعني اللي عاملين رجيم معين في هون يعملو هاي الشوكولات و في هون يستخدموا منها قطعة كل فترة كتير بتكون طيبة عندي هون هادا زيت جوز الهند هادا بيكون سائل هيك بدرجة حرارة المطبخ و ازا حطيناها بالبرات بيصير بها الشكل هادا هادا مو بالفريزر يعني مجرد ان تحطوه بالبرات رح تلاقوه جميد هيك بها الشكل اخدت ربع كوب من هادا زيت جوز الهند و عندي متل ما قتلكون زرف من الستيفيا اي محلف يكون تستخدموا هلا قبل البداية بدي حط معلقتين تقريبا من الكاكاو معلقة صغيرة هاي يعني تقريبا معلقتين هي انا كنت اول معلقة هيك معرمتها كتير فتقريبا معلقتين وحط عليهم السكر لانه قبل بمرة حطيتهم الدغري مباشرة على الزيت لقيتهم انه تضل السكر بمحل والكاكاو بمحل ففضل اخلطهم قبل بوقت بشكل كتير مني حتى ما يجمعوا يعني يصير السكر بمحل ويضل الكاكاو بمحل هلا هدا بدي اخدوا دفيه شوي على النار لحتى استخدموا راح حطوا بقلب دولة القهوة وحطوا على النار فيكن تشتغلوا هاي الطريقة مثلا تعملوا على حمام ماء يعني انه انا ما بدي اغلي مجرد انه يدفع فيكن تحطوا مثلا مي وتحطوا الدولة فوقا لحتى يضل السخنية يعني دافية وانتو عم تشتغلوا فيها هلا انا بس هيك بدفيه هيك شوي صغيرة خلص صار هيك عندي جاهز بحط هلا انا حطت زرف من الستيفيا فيكن تحطوا اكتر زرف تاني بس ما تبالغوا يعني اكتر من زرفين ما بيصير لانه اصلا استيفيا يعني من اضرارها الجانبية انه اذا بالغنا فيه ممكن تعمل اسحاب فيفضل زرف او اتنين مو اكتر وبحطن هيك وبحرقن هلا طبعا هو بكون دافي بعده جوز الهند او الزيت يعني جوز الهند وبحرقن هيك بهالشكل هادا هاي الشوكولات بتطلع هلا انا اللي عملتها رح تطلع شوي مرة اللي بيحب النكهة المرة هاي رح تعجبوا كتير لانه هي بيكون فيها شوي من المرار يلي بدو يزيد السكر متل ما قلت لكم فيه يزيده بخلطن بشكل كتير منيح وبيدي وزعن بالاوالب انا عندي انا اوالب السيليكون اللي ما عنده اوالب سيليكون فيه اي صحان او غطاء او اي شي مثلا له حواف صغيرة ممكن تصب كامل الكمية وبعدين بعد ما بتجمد عندها بتقطعها مربعات او بالطريقة اللي بديها هي بضيفون هلا هيك كلهم يعني انا شايفين ما انا عمله كمية كبيرة لانه اصلا اللي هاي الشوكولات بدو نستخدموها هن بدو نكونوا عاملين رجيم فما فيهم ياكلوا كميات كبيرة يعني رح ياكلوا قطعة صغيرة كل يومين او ثلاثة ممكن ياكلوا قطعة صغيرة فحطيت بس هذا ربع الكوب وبس دي ارجيكم يعني الفكرة كيف وبحط بالموجود عندي يعني بحطهم هيك بوزعون هلا هدول بدي اخدهم حطهم بالبراد هاي يعني نصصاعة او ربع ساعة بالكتير يعني نصصاعة بتلاقوها جمدت يعني ربع ساعة ممكن تجمد معكم بحطها هلا ربع ساعة على حتى تتماسك منيح وبعدين بنقدمها لبين ما نعمل يعني الطريقة التانية بتكون تماسكت بوزعون كلهم بهالشكل هادا شايفين مسلا انا الكمية اللي قلت لكو عني ربع الكوب قدي عملتلي لانو القطعة بتكون صغيرة فرح تعمل كمية منيحة بس رح عيد على هدول لانو بيانوا كتير اقلال هيك خلص هلا بجمدون وبنرجع من شوك نشوف شكلهم كيف الطريقة التانية انا حطيت هون سمنة فيكن تستخدموا الزبدة بس انا بلاقي السمنة افضل وعم انخل هون شوي من سكر البودرة لازم ننخلوا لانو لازم يكون ناعم كتير هلا انا مسخنة السمنة بعدها سخنة يعني ما حطيتها رديت على النار لاني سيحت اصلا انا لحتى ارجيت كونيها بس حطيتها حتى تشوفوا كمان رحط معلقتين صغار من الكاكاو وضيف عليهم معلقتين من السكر هاي اللي بده يستخدم السكر اللي ما عنده مشكلة بالسكر فيه يستخدم سكر البودرة وفيه يزيد الكمية ادنى بده يعني ممكن يزيد اكتر من اللي انا حطيته سكر كمان بيسير حتى ما تطلع عنده كتير مرة هلا بعمل بنفس الطريقة متل ما عملت قبل شوي بحط الكاكاو على السمنة طبعا السمنة بعدها سخنة عندي انا يعني حتى اذا سخنتوا كتير السمنة ما بأس بس ما فيكن ترفعوه عن نار يعني تحطوه هيك تشتولو عن نار لانه اذا احترقت الاحترق الكاكاو بيطلع الطعم ابدا ابدا مطيب ومزعج يكون كتير بالاكل فسخم السمنة لحال وبعدين حطوهن بهالشكل هذا هلا هدول راح تغيرون لحتى اميزون عن هدوك جبت هدول الاوالب كمان وبحطوهن كمان نفس الشي وعندي هاي بشكل طولي هاي طبعا يعني بس هيك مجرد انه افكار يعني الموتوفر عندي حاولت حط فيهم لحتى ارجيكون يعني اكتر من نوع فينا نحط والكمية مثل ما اتلكون انا ما انا مكترة هاي الكمية بس بتطلع يعني كمية مناسبة بعد ما بردوا وجمدوا بالفريزر شايفين منظرة مقحلة هلا معها مقحلها متماسكة طبعا هاي يعني هاي الشوكولات ازا طلعناها من البراد فترة يعني بتلاقوها ساحة متل اي شوكولات يعني بتجول حار راح تدوب فيفضل انه نحنا نحفظها بالفريزر او بالبراد يعني بالبراد كمان بيتضل يعني محافظة على حالة مشرطة تكون بالفريزر بشكل دائم يعني بس شايفين ما احلاها كتير كتير زريفة وسهلة هدول اللي عملتهم بالسمنة اللي ما بدوا يعني يستغل اللي ما عندها متوفر عندها زيت جوز الهند فيها تستخدم السمنة كمان شايفين هالمنظر ما احلا كتير منظر حلو ورائع والكمية اللي عملتها متل ما اكلكون يعني مناسبة يعني هلا هدولة من نص كوب يعني تقريبا هدولة شايفين انتو من نص كوب هاي يعني اكتر شي يعني اللي بستع يعني عاملين دايت او شي ممكن يستخدموا هدولة لان نحنا ما استخدمنا حليب والسكر كمان متل ما اكلكون فيكن تعودوا اي بدائل للسكر هاي الكمية كلها اللي شايفينها قدامكم شايفين كيف طبعا بتسيح يعني بايدكم حاولوا ما تمسكوا عن الوجه لحتى ما يغير شكلها رح اقطع واحدة تشوفوها كيف ناعمة كتير من جوة بتكون شايفين كيف ناعمة وهلا مع فيها كتير كتير ظريفة رح اقطع كمان اللي عملتون بالسمنة متل ما قدتلكون فيكن تتخدموا الزبدة كمان بيسير هاي الثاني اللي عملتها بالسمنة كمان بتمنى يكون عجبكن شغلي لليوم اذا حابين تدعموني اعملوا لايك وشير للفيديو ولا تنزل تابعوني على القناتين قناة مطبخنا السوري قناتي الله نتحل اشتركوا في القناة